تفقد مدير مدرية البريقة بمحافظة عدن هاني اليزيدي سير أعمال فريق نزع الألغام في المساحة الصحراوية بالقرب من منطقة عمران السحلية بالمدرية التي زرعتها ميليشيات الحوثي الإنقلابية أثناء احتلالها للمنطقة إلى عام 2015 الممول من مكتب المموم المتحدة الإنمائي واستمع مدير البريقة من قائد الفريق عبدالخالق العبدالي إلى طبيعة مهام الفريق الذي يتضمن مسح ثلاثة حقول ألغام في تلك المناطق وبمساحات مختلفة وأشهد مدير المديرية بالجهود الكبيرة الذي يبذلها أعضاء الفريق في نزع الألغام الذي زرعه الإنقلابيون لغرض القتل وتدمير داعيا إلى توخي الحيطة والحذر خلال تنفيذهم هذا العمل الوطني مؤكدا استعداد قيادة السلطة المحلية بالمديرية على تذليل المعاوقات وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لعمل الفريق لإنجاز مهمته على أكمل وجه